معي عبر أقمار صناعية من درع مراسل الأخبار الآن في درع وريفها محمد الحوراني محمد تفاصيل لهذه اللحظة وفيما يتعلق بصلاة الجمعة اليوم التي أعلن الأئمة توقفها بسبب تصعيد نظام الأسد ماذا يمكن أن نعرف منك؟ نعم يسو مساء الخير كما ذكرت أن اليوم دائرة أوقاف درع الحرة أعلنت عن إيقاف صلاة الجمعة بسبب تكثيف النظام السوري غارات الجوية منذ ساعات الصباح الأولى حيث سجلت عدة غارات على عدة بلدات متفرقة وقرى وبلدات مجاورة لمحافظة درع حيث تم استهداف بلدة صيدة، بلدة نعيمة، بلدة الغرية الغربية، أحياء درع البلد، منطقة غرز، بلدة نصيب بأيضا منطقة اليدودة بعدد من الصواريخ الفراغية بالإضافة إلى عدد من القذائف والمدفعية على أحياء درع البلد حيث سقطت بعض الصواريخ على أحياء درع البلد من قبل قوات النظام التي ما تزال تحاول التقدم إلى جمرك درع القديم مرورا من حي المنشية أو من جهة مخيم درع بالمقابل قامت عمليات البنيان المرصوص بعملية تبادل ما بين قوات النظام وغرفة العمليات العسكرية للثوار تمت العملية بنجاح حيث تمكنت عملية البنيان المرصوص من إفراج عن بعض المعتقلات أيضا والحصول على بعض من جثث الثوار الذي كان النظام قد أخذهم سابقا ضمن المعارك حي المنشية جاءت اليوم كان النظام اليوم واضح من عمليات التسايد العسكر لأنه يسعى لفتح عمليات عسكرية في درع من جهة درع ومن جهة العيمة ومن مناطق أخرى كانت عمليات القصف متمركزة على منطقة ريف درع الشرقي بالإضافة على منطقة المثلث في ريف درع الشمالي بالإضافة إلى أيضا استهداف مناطق ريف درع الغربي ببعض من القذائف والمتفعية حسب قادة عسكريين في غرفتي عمليات رخص الصفوف والبنيان المرسوس قالوا لنا أن النظام يستقطب تعزيزات عسكرية جديدة إلى محافظة درع عبر الاستراد الدولي دمشق درع بهدف فتح معارك جديدة في الجنوب السوري النظام يبدو ما يزال مصرا على الوصول إلى المعابر الحدودية مع دول مجاورة بالإضافة ربما تشهد محافظة درع في الأيام القادمة معارك ساخنة أشد ضراوة من سابقاتها في المعارك الماضية الجيش الحر اليوم أخبرنا أن الجبهة الجنوبية بكامل استعداداتها لمواجهة أي تقدم لقوات النظام أو أي محاولة لقوات النظام بقضم مساحات جديدة في محافظة درعا اليوم الثوار وسعوا عملياتهم العسكرية باتجاه محافظة القنيط أيضا حيث تجري هناك معارك ما بين قوات النظام وقوات المعارضة محيط مدينة البعث حيث تمكن الثوار من إحراس تقدم بسيط حول مدينة البعث ما تزال عمليات الاشتباك مستمرة حتى هذه اللحظة في ريف القنيطرة محيط مدينة البعث هذا كله في جنوب سوريا بالتزاون مع عمليات قصف ممنهجة من قبل قوات النظام على عدة قرى وبلدات في محافظة درعا ما دفع دائرة الأوقاف وأمة المساجد اليوم من منع الصلاة في المسجد بخشية التجمعات وخشية استهدافها من قبل طائرات الحربية نعم يسون الناس كيف تتحضر للاشتباكات عندما تقول بأنه متوقع معارك أشد بدراوة في الأيام القليلة المقبلة وماذا تقول في حقيقة الأمر النظام يسعى إلى الوصول إلى جمهور الدرعا القديم عندما يستقطب النظام هذه التعزيزات تكون الجبهة الجنوبية بغرف عمليات التي أسستها على الاسترات الدولي من محجة من منطقة اللجاة وصولا إلى ريف درعا الغربي وريف درعا الشرقي هناك تجهيزات على الأرض حسب عسكريين في الجبهة الجنوبية وفي غرف العمليات أن هناك تجهيزات عسكرية متوقعين من خلالها حسب قيادة غرفة عمليات جيش الحر في الجنوب السوري أن هناك ربما النظام يشن هجوم بعد استقطاب هذه التعزيزات التي قدر عددها بأربعمائة مقاتل جديد من ميليشيات متفرقة منها ميليشيات حزب الله لبناني بالإضافة إلى قوات حرس الثوري الإيراني وبالإضافة إلى فيلق القدس هذه الميليشيات عندما نظام يستقطبها إلى الجنوب السوري هو يسعى إلى فتح معارك من عدة جوانب بهدف الوصول إلى الاسترادة الدولي أو الوصول إلى أحد المعابر الحدودية من جمهورك درع القديم أو معبر نصيب استفدنا من موضوع التحضيرات كنا بس أردت أن أتوقف على موضوع الناس والتحضيرات على أي حال أنت دائما معنا محمد الحوراني لكل المعلومات وتطورات من عندك شكرا جزيلا لك دائما من درع مراسلنا في درع وريفيا محمد الحوراني شكرا جزيلا لك